بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أحبتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة نواصل فيها سويا أصول هذه الرواية علما وعملا وقبل أن نبدأ أصلا جديدا علينا أن نتذكر الأصول التي أخذناها في هذه الرواية فننتقل إلى أن نتذكر هذه الأصول ما هو أول أصل؟ انظر معي وتابع أول أصل معنا أحبتي من هذه الأصول التي أخذناها الاستعاذة قبل التلاوة أرجو أن نخرج الأصول ونتذكر الأصول سويا وتكتب معي وانظر معي على الشاشة تذكر معي أول أصل الاستعاذة قبل التلاوة الثاني إثبات البسملة في أول كل سورة عدى براءة الأصل الثالث إثبات البسملة بين كل سورتين سوى الأنثال وما قبلها وبراءة الأصل الرابع كسرها الضمير في الجمع والتثنية بشرطها إذا سبقت بيا أو كسرة كل هذه الأصول تم شرحها بالتفصيل لكن أذكرك بالعناوين ثم ننتقل إلى ما يلي الأصل الخامس ميم الجمع الساكنة في الحالتين إذا وقفنا وإذا وصلنا إذا كان بعدها محرك الأصل السادس ميم الجمع إذا كان بعدها ساكن تضم للساكنين الأصل السابع الإدغام الكبير لحفص يظهره والمستثنى أحبة أثناء التلقي يعلم ننتقل بعد ذلك إلى ما يلي الأصل الثامن في هاء الضمير التي تخاطب بها مفردا أو تعود على مفرد يصلها إذا وقعت بين متحركين هذا أصل عام والمستثنى أثناء التلقي هذه قواعد عامة الأصل التاسع المد والقصر الطبيعي حركتان المنفصل المتصل أربعة انتبه لهذا اللازم ستة العارض بحسب نوعه يكون فيه ثلاثة إن كان أربعا متصرا إلى آخر ما أخذنا ولا تنسلين الأصل العاشر الذي تم بحمد الله باب الهمزة الأصل فيه في هذه الرواية التحقيق بلا سكت فانتبه لهذا والمستثنى أثناء التلقي يعلم ولكن هذه الأصول عشرة هيا ننتقل من خلالها إلى الأصل القادم ألا وهو الأصل الحادي عشر إذن تكلمنا عن السكت في الهمز أما الأصل الحادي عشر فهو السكت الواجب لحفص هيا ننتقل إلى السكت هيا ننتقل وانظر معي إلى السكت الوارد عن حفص السكتات الواردة لحفص في هذه الرواية من طريق الشاطبية تابع معي على الشاشة وانظر معي إلى السكت هيا بنا ننظر سويا تابع وانظر السكتات الواجبة لحفص أربعة إليها أشار الإمام الشاطبي بقوله رحمه الله وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلا وفي نون من راق ومرقدنا ولام بل ران والباقون لا سكت مصلى معنى الكلام ده باختصار دون تفاصيل أن السكت أصل من أصول الرواية لكن ليس على الهمز فلا تربط هذا بما سبق هذا أولا الأمر الثاني الوارد عن حفص رضي الله عنه من طريق الشاطبية في أماكن مخصوصة أول موطن معي ننتقل إلى الموطن الأول ألا وهو في سورة الكهف في قوله تعالى ولم يجعل له عواجا هذه خاتمة الآية والنهاية ثم تبدأ قيما ما فعلته يسمى وقفا السكت يكون حالة الوصل هكذا ولم يجعل له عواجا قيما لينذر والسكت هذا هنا إن وقفت على نهاية الآية وأخذت بأنه وقف كافي يحق لك ولا سكت إنما السكت يكون عندما تصل هذه الجملة بما بعدها لذا انتبه للتنبيه الذي هو أمامك موجود والسكت حالة الوصل ووجه أهل اللغة هذا السكت في هذه الرواية ليبين لك شيئا هاما ما هو أن كلمة قيما هذه ليست وصفا إنما هي حال للكتاب من قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب حالة كونه قيما أو أن قيما نصبت بمضمر تقديره أنزله أو جعله قيما فهذا أول موط للسكت لاحظ أن كلمة عوجة وقيمة ليس فيها همز فانتبه فهذا أول موط للسكت الواجبة لحفص حالة كونك واصلا ثم ننتقل إلى السكت الثاني الواجبة لحفص من طريق الشاطبية رحمه الله في سورة ياسين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وإن دققت النظر وجدت أن علامة السكت وهي السين فوقها علامة وقف أي يصح لك أن تقف آخذ النفسك ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه يصح أن تقف وأن تأخذ النفس وتبدأ هذا ما وعد الرحمن لكن إن وصلت ويجوج لك الوصل مع أنه وقف تام فعليك أن تسكت سكتة لطيفة ووجه ذلك علماء نحو اللغة وأهل الإقراء بقولهم هذه السكتة في هذه الرواية حتى تعلم أيها القارئ والمستمع أن هذا ليست وصفا للمرقد إنما هذا بداية جملة جديدة وهذا مبتدأ فتقرأ هكذا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وانتبه إلى أن السكت يكون حالة الوصل ثم ننتقل إلى السكتة الثالثة وذلك في سورة القيامة في قوله تعالى وقيل من راق والسكتة هنا على نون من من قوله وقيل من راق ولاحظ أن كلمة من ليست بمحل وقف وقد وجه العلماء ذلك في هذه الرواية في هذه السكتة الواجبة لحفظ حتى يعلم القارئ والمستمع أن من كلمة وراق كلمة وليست كلمة واحدة على وزن فعال ثم ننتقل إلى السكتة الرابعة والأخيرة وهي في سورة المطففين وهي آخر سكتة واجبة لحفظ من طريق الشاطبية وذلك في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم فالسكت على كلمة بل وليست بمحل وقف وإنما السكتة لبيان أن بل كلمة وران كلمة إذ هما كلمتان ليست كلمة واحدة على زنة فعال فانتبه لهذا جيدا وذلك هو أول قسم من أقسام السكت أو من أصول السكت في هذه الرواية بقي لك قسم ثاني وهو جائز ذلك أحبتي ما سنعرفه بحول الله وقوته إن قدر الله فيما بقي أو فيما بعد إذ آن أوان الفاصل أحبتي فاصل وبعده إن قدر الله نواصل بسم الله وبعد بحول الله وقوته عدنا لم يتبقى لنا في الأصل الحادي عشر للسكت في رواية حفص سوى سكت جائز انظر معي لحفص سكت جائز وذلك في موضعين الأول خاتمة الأنفال وأي سورة قبلها مع أول براءة إذ يجوز لك عند الوصل السكت والوصل والقطع لذا كان جائزا والثاني وذلك في سورة الحاقة عند قوله تعالى ما أغنى عني مالية إن وقفت انتهى الأمر أما إن وصلت فلك السكت وهو مقدم ولك الإدغام وهذا معنى كلمة جائز بهذا يكون قد انتهى الأصل الحادي عشر في هذه الرواية أحبتي نبدأ آية اليوم واسمعها مني عمليا وقسمتها لك على طريقة معشر النحاه في الجمل التام أما عند أهل الوقف والابتداء ستجد أنه في المصحف عندك ليس هناك وقف فاسمع عمليا معي هذه الآية مقسمة لضعيف النفس مثلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون صدق الله العظيم هذا تقسيم النحوي على مبدأ إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع فانتبه لهذا إذ قسمته لك على هذا النحو إن قدر الله بيّنته لك ولكن معنى الحج عدلي من الجيزة السلام عليكم وعليكم السلام حج عدلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم والذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن كتلتم لننصرنكم والله يشهد وإنهم لكاذبون كده أوضح ليك يا حج عدلية وأيسر كده أوضح ليك وأيسر ما يا حج عدلية طيب جزاك الله كل خير لو طيبة يا أمي جزاك الله كل خير حج ليلة من الجيزة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم تاني الجملة دي كده وخلي بالك من الخاء لإن أخرج القلقلة في الجيم بس مش في الخاء كمان فخلي بالك أقولها التاني أو اللقاء أيوة ونخلي بالنا من الخاء ساكنة بدون قلقلة لإن أخرجتم القلقلة في الجيم مش في الخاء لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم المجد الطبيعي قوتلتم مش قتلتم قوتلتم المد في الواو أيوة الطبيعي وإن قتلتم لننصرنكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون والألف اللي غير وضح في الرسم في اسم الجالة تابعة لله مفخمة ما أقولش واللا والله إن لم تفخم والألف تبع لها والله يشهد كم مرة؟ والله يشهد إنهم لكاذبون تلاوة طيبة جزاك الله كل خير أستاذ أحمد بن بن سويف وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من رحمة يقولون لإخوانهم الذين لا بالراحة 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 يقولون لإخوانهم هيموا هيموا وده أصل خدنا من أصول هذه الرواية بكسر الهاء وضم ميم الجمع إذا وليها ساكن في ضمير الجمع والتثنية فكان بالراحة كده يقولون لإخوانهم الذين ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم القلقلة آخر كريم في الجيم مش في الخاء لئن أخرج فالقلقلة في الجيم مش في الخاء لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن كوتلتم لننصرنكم كمان Growth Amy لا هي إلى lab مقدرة هي على فكرة فيin لا علign from стать من السابقة قبلها ول�이�ن أخرجتم لكن النص القرآني وإن قوتلتم وإن كوتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون كسر إن هنا وجوبا والله يشهد إنهم لكاذبون والله يشهد إنهم لكاذبون بارك الله فيك وزحمة جزاك الله كل خير تلا وطيب أحبتي فاصل وبعده نواصل بسم الله والحمد لله بفضل الله وحوله وقوته عدنا نبدأ مع الأستاذ نقلاء بسم الله الرحمن الرحيم ألم طر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم لإن أخرجتم لنخرجن معكم أخلي بالي من الجيم لا تتحول إلى شين المخرج واحد فأخلي بالي أخرش لا أخرج أخلي بالي من صوت الجيم لإن أخرجتم لنخرجن معكم لإن أخرجتم لنخرجن معكم هكذا لسه في أحسن من كده لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا بالراحة كده ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا أبدا وإن كوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لا والله يشهد إنهم لو هتقفي تبقى والله يشهد ونبدأ والله يشهد إنهم لكاذبون والله يشهد إنهم لكاذبون لا ماينفعشي أقف يشهدوا التشكيل ده بيجي في الوصل بس يا حاج حاضر حاضر والله يشهد يشهد إنهم والله إنهم لكاذبون ربنا يا بدي فيك حجة نجلاء جهدي مشكور واتلوى طيبة وأتمنى أسمعك على الدوام جزاك الله كل خير يا حجة نجلاء معنا حجة أسماء من منفية فضل إسلام أسماء وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهما الذين كفروا الجملة دي فيها بعض أخطاء واضحة ترى أنت كده جبت الألف بعد الرأ وده أصلا مش موجود محذوف بسبب لم فهي ألم ترى إلى فده أول شيء يجب ننتبه لي يعني الفتحة لعراء ما تشبعش ده واحد ممكن نصلحها ألم ترى إلى الذين نافقوا ألم ترى إلى الذين نافقوا تمام يقولون لإخوانهما الذين كفروا جميل الجملة دي بقى أنا عندي لإخوانهما ولو بصت على الشاشة هتجد إلهاء باللون الأخضر تحتها كسرة والميم مضمومة تبقى ها كسرة هي ميم ضم لام شد مل تبقى لإخوانهما لإخوانهما الذين كفروا من أهل الكتاب تمام لإن أخرجتم لنخرجن معكم التشكيل لنخرجن لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم لا التشكيل ولا نو ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن كتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون تلاوة طيبة نعم يا فنم جودي جودي عايزة أقرأ يا أهلا وسهلا بس نصيحة حضرتك رقم واحد تشكيل خلب لك منه اتفضل يا جوسي يلا جوسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كافروا لا كفروا يا جوسي كفروا مش كافروا لا كفروا كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم بالراحة يا جوسي من أهل الكتاب لإن من أهل الكتاب لإن مش لي يا جوسي مش لي إن لا لأن لما فتوحة لأن أخرجتم عفوا يا جودي أخرجتم أيوة لنخرجن معكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم بالراحة لننصرنكم لا إلا لما فتوحة يا بنتي لننصرنكم يشهدوا والله يشهدوا إنهم لكاذبون لا لكاذبون جهد مشكور يا جودي أحسنت وفي أحسن بإذن الله ربنا بري فيك يا جودي أنت والولدة أسماء معنا أستاذ هالي من سهاج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تع إلى الذين نافقوا يا هاني تلوتك وصوتك جميل تلوتك وصوتك جميل ما تضيعش الحروف بين الهمزة كويس من أهل الكتاب من أهل الكتاب من أهل الكتاب لا يا حبيبي حبيبي لئن أخرجتم ما فيش غن هنا يا بابا لئن أخرجتم لنخرجن معكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحدا أبدا يبني ما تضيعش الحروف حبيبي ما تضيعش الحروف وبين الهمزة كويس ولا نضيع فيكم أحدا أبدا فيكم أحدا أ الهمزة ما تضيعش هاني إن تقرأتك جميل وصوتك جميل يلا يا حبيبي ولا نضيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلكم لمن ثرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لا يا حبيبي حبيبي يا سيني ربنا يصلح حالي وحالك وحالك كل الناس بس عايز منك تحلي جمال الصوت ده والتلاوة دي والأداء ده بإنك تتلقى بلاش لكاذبون لا لكاذبون خلي بالك من حرف المضموم أحبتي فاصل وبعده واصل بسم الله وبحول الله وقوته عدنا أحبتي نبدأ مع شادي من شرقية فضل يا شادي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فين الراء يا شادي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ألم ترى إلى الذين نافقوا بالراحة يا شادي ترى إلى ما فيش ألف بعد الراء محذوف يا ابني ألم ترى إلى ترى إلى ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب بصي حبيبي كفروا من ما تزودش في المد هم حركتين بس كفروا من يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرج معكم ما فيش ألف بعد النون حبيبي لنخرجن معكم جن ما لئن أخرجتم لنخرجن معكم وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا بص حبيبي وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ المد الطبيعي وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا أَحَدًا أَبَدًا ما تركنش أحدًا لا أحدًا أبدًا أحدًا أبدًا أيوة كده وَإِن كُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّهُمْ لَكَالِبُونَ هسألك سؤال كده أنت فتح المصحف ولا ببص على الشاشة لا فتح المصحف جميل بص كده يشهد الدال عليها ضمة في بعديها واو لا يبقى يشهدوا إنهم لكن يشهدوا إنهم يبقى كده حطت واو وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّهُمْ دُؤِي وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّهُمْ لَكَالِبُونَ الله يفتح عليك يا ابن ربني بارك فيك وفيه أحسن بإذن الله وانتابع مع بعض أحسنت يا شهدي وفيه أحسن بإذن الله معنا وليد من سهاج أهلا نساء حضرتك الشيخ أهلا نساء حضرتك أهلا نساء حضرتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون صدق الله العظيم تلوات طيبة أستاذ وليد ولي عند حضرتك كده ثلاث أمور كده خلي بلك منهم قوله تعالى يقولون إلا مترقق يقولوا مش يقولوا اتنين أخرجتم الجيم عشان تبان لابد أن تقلقل أخرج بهذا الصوت وأخلي بالي من إشباع الغنى في قوله وإن قوتلتم إنما تلوتك طيبة جزاك الله كل خير معنا أسماء من الإسماعيلية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا الذين كفروا من أهل الكتاب المجد الطبيعي كفروا من الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم الجيم كأنها شين هي أخرج أخرج سمع الجيم مني عملة إزاي أسمحها من حضركة أخرجتم صح لإن أخرجتم أيوة كده لا يفتح عليك لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن كوتلتم لننصرنكم من راحة كده وإن كوتلتم نصلح دي الأول وإن كوتلتم المد المهو المد الطبيعي أيوة الله يفتح عليك وإن كوتلتم لننصرنكم جميل لننصرن لننصرنكم لننصرنكم الراء مفتوح لننصرنكم لننصرنكم لا رو لا راء لننصرنكم أيوة كده اتضم على الصاب مش على الراء أيوة أيوة والله يشهد إنهم لكاذبون جهد مشكور جزاكل لكل خير وفي أحسن رقم واحد التشكيل أحبتي الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من له نظر واعتبار فاعتبروا يا أولي الأبصار أحبتي مضى الوقت معكم سريعا ولكن قبل أن نسير وأن نقول سبحانك اللهم وبحمدك اعلم أن الفعل ترى في هذه الآية مجزون بحذف حرف العلة بسبب لم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ولا تنسى دعاء الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر